صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم الحمد لله كله زي الفل ينفع كده لا طبعا مش عارفين نأكل في وجودك يا دكتورة دينا عشان كل حاجة انت بتشوف ان هي مش صحية وانها مش مزبوطة فاضل لنا ايه لا هو انا مقدار شحرة من الناس من الاكل انا عن نفسي باكل بس 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 يبقى بلمت يعني السكر ماينفعش ان انا اشرب على 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 شاي مثلا ثلاثة اربعة ملعق السكر دي مش حلوة خالص نأكل كل حاجة with limits ولو مش قادرين ناخد الفيتامينات والمعادن بالقدر الكافي وده اكيد ان احنا ما بنقدرش ناخد الفيتامينات والمعادن بالقدر الكافي بناخد مكملات غذائية حتى لو كنا بنأكل كويس صعب انك انت يعني احنا مثلا محتاجين من الكالسيوم 1000 ميلي جرام في اليوم صعب انك انت تعمل منتر ده محتاجين عشان المناعة بتاعتنا فيتامين سي 1 جرام صعب يعني يعني ما بيبقاش سهل انك انت تعرف تعمل منتر ناكل بس نحاول نحنا نقلل الحاجات المدمرات الصحة السكر مدمر للصحة نقلله الاكثار في الملح الملح مهم جدا السوديوم كلورايد سوديوم نفسه معدى مهم للقلب والدم وكل الخلايا بتاعتي لكن بيتاخذ بمعدل بسيط الاكثار في الموالح الاكثار في السكريات والاكثار في الدهون الضرة لا هو ده بس اللي انا بقوله لكن الناس تاكر حرام سحبت مننا كل الاصناف وتقولك هو ده بس لا بس مهم ناكل صلطة يعني فيه ناس مثلا بيروحوا وكلين يدبوا جامد قوي وما فيش حتى اصلا طبق صلطة الصلطة مهمة جدا لان كلها الياف وكلها معادن وكلها فيتامينات ونحاول نقطر الالوان في الصلطة مايبقاش لون واحد بس يعني يعني اخيار وطماطم وخلط الملون وحاجات زي ده انت كده بتلم شوية بالفيتامينات والمعادن اللي انت محتاجها ومحتاجين ندعم التمثيل الغذائي يعني التمثيل الغذائي مهم قوي فيه مثلا ناس بتاكل وما بيعندهمش تمثيل غذائي لان بيعندهم مقص فيتامينات اللي بتحول للاكل الطاقة فلازم برضو ندعم التمثيل الغذائي لان التمثيل الغذائي فيه صحة